وصورة ثالثة فيها طرافة روى الشيخان في الصحيحين والحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رجلاً من بني في زارة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسوداً يريد الانتفاء منه على ما يبدو أن الرجل كان أبيض والمرأة بيضاء رزقوا بولد أسود فجاء الرجل يسأل يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال له النبي شوفوا الجدل والحكمة والمنطق القوي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل لك من إبل حضرتك عند الجمال فهل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال فهل فيها أورق يعني جمل أبيض في سود رمادي يعني فهل فيها أورق قال نعم قال فأنا له ذلك الجمل ده أبوه جمل أحمر وأمه ناقى حمراء زي بقية القطيع ده خرج رمادي المين فأنا له ذلك فقال الرجل لعله نزعه عرق وإحنا في مصر نقول العرق يمد لسابع جد يمكن الجمل ده كان جد أبوه أورق أو له عم أورق أو له حد من جهة أمه الناقى أورق طلع لجده طلع لخاله طلع لجدته لعله نزعه عرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ولدك نزعه عرق اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم كم كان رفيقا حليما حكيما صلى الله عليه وسلم يبقى الجدل على نوعين جدل محمود لإظهار الحق بعلم وحلم وأدب ورفق مع إظهار الحرص والشفقة على الآخرين